اهلا بكم في فيديو جديد من RVT Studio الفيديو ده مقدمة الورشوب اللي احنا بنعملها لتعليم Revit Architecture الورشة تتكون من جزئين اول جزء هنتعلم فيه ازاي نعمل Design Project وازاي نعمل Presentation لـ Design Drawings على Revit الجزء الثاني هنتعلم فيه ازاي نعمل Working Drawings للـ Design اللي احنا عملناه عايزين من خلال الورشة دي نعلم المعمريين اساسيات Revit اللي اقدروا من خلالها يعملوا موضل BIM مظبوط سواء في مرحلة الـ Design او في مرحلة الـ Tendering والـ Working Drawings اول جزء هنتعلم نعمل كل العناصر الاساسية زي المحاور والحوائط والفتحات وهنتعلم ازاي نرسم الارضيات وازاي نعمل الاسطح المستوية والميلة وهنضيف الفرش والاعمدة والسلالم وهنتعلم ازاي نعمل Curtain Wall ونضيف ليه فتحات وهنعرف نظهر المشروع ونعمل View Templates وازاي نعمل الدراسات المطلوبة مننا هنتعلم كمان نجمع الرسومات في شيت للطباعة ونعمل Import وExport للشغل بتاعنا من وإلى Revit الجزء الثاني من الورشة هيكون فيه تركيز أكتر على لوحات التنفيذية هنتعلم تفاصيل أكتر في رسم الحوائط وعلاقتها بالارضيات وتفاصيل الماتيريالز جوه Revit هنتعلم نزبط التفاصيل بتاعة السلالم والهاندريل والكرتن وال وهنعرف نضيف الBeams والBeam Systems وهنعرف ايه هي الانوتاشنز وازاي نستخدم الLines والDimensions والText والRegions عشان نوضح كل المعلومات ونعمل لوحة تنفيذية فيها تفاصيل مظبوطة زي ما احنا عايزين هنعمل حصر الكميات المشروع وهنعرف نحسب التكلفة نرقم الأبواب والشبابيك وهنتعلم نضيف رومز للمشروع ونعمل جداول التشطيبات هنعرف كمان ايه هي الـ Object Styles والAdditional Settings وغيرها من الأوامر اللي موجودة جوا قيمة Manage اللي بتسهل علينا الشغل في المشروع مشروع الورشة هو فيلة صغيرة عملنا لها تصميم بحيث انها تشمل كل النقط الأساسية في ريفت من غير ما يكون مشروع معاقت فيه كمان مواضيع كتير في ريفت زي الماسنج والمودل إم بلايس وتصميم الفاميلز المختلفة والكلابوريشن والسيستمز وغيرها من المواضيع اللي مش هنغطيها في الورشة دي وممكن نعمل لها ورش منفصلة بعد كده زي ما شفت الورجشوك بتشمل المواضيع كتير لكن كل ده مجرد مقدمة لريفت وبعد ما نخلص الورجشوك نتمنى انكم تمرانوا أكتر على ريفت واحنا هنرجع تاني نقدم الفيديوز اللي احنا بنقدمها للمستويات الـ Intermediate والـ Advanced واللي نتمنى برضو انها تكون مفيدة بالنسبة لكم استنونا